والشرك الذي وقع في الأمم السابقة وفي هذه الأمة إما أن يكون في توحيد الربوبية وإما أن يكون في توحيد الألوهية إما أن يدعوا خالقاً غير الله تبارك وتعالى وإما أن يشركوا مع الله غيره سبحانه وتعالى وأكثر شرك المشركين كان في توحيد الألوهية أي في صرف العبادة لأنهم في الغالب مقرون بأن الله هو الخالق البارئ المدبر المحي المميت سبحانه وتعالى ويدعون أنهم إنما يعبدون هؤلاء الأصنام أو من يدعونه من غيرهم أنهم إنما يدعونهم ليقربوهم إلى الله زلفا أو أنهم يتشفعون بهم أو غير ذلك من الأسباب وعلى كل حال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يقول هم مقرون بتوحيد الربوية ولو كان المشركون الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم منكرين لتوحيد الربوية لكان النبي صلى الله عليه خاطبهم بذلك وإنما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الألوهية وإذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وهم أنكروا عليه دعوتهم إلى توحيد الألوهية وهم مقرون بتوحيد الربوية لله تبارك وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقول لله وهم مقرون بهذا كله ولكن إنكارهم أو جحودهم أو كفرهم إنما كان في توحيد الألوهية نعم